السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية دائما مع سلسلة جملة كل يوم هذا المساء أيضا سوف نرى جملة بسيطة ورائعة وكيد ستحتاجونها في كلامكم اليومي وجملتنا لهذا المساء هي سأذهب أنا وأصدقائي في المساء للسينما فسيعرضون فيلما كوميديا جديدا نعم كالعادة وصلت بأجوبة كثيرة وعديدة ومشاركاتكم كانت جد جد طيبة كالعادة اللهم رغم أن مشاركتكم كما قلت لكم كانت جد طيبة لكن كان هناك أخذ ورد في مجموعة من العبارات التي لا يهم ولكن المهم أن مشاركتكم كان فيها جهد مبدول ما يعبر أنكم تتحسنون حتى في طريقة البحث عن الجملة الصحيحة جيد أعدلوني إن لم أذكر أسماء الأشخاص المشاركة اليوم فأنا متنقل وسأغتنم الفرصة لكي أذكر بقوانين المسابقة لأن هناك من لا يزال يريد أن يشارك معنا لكن لا يعرف كيف مثلا كتب لي أحد الأصدقاء هو قام بتصحيح مثلا البارحة وضعت هذه الجملة هذه الجملة سأذهب أنا وأصدقائي في المساء للسينما وضعتها في آخر الدرس هكذا باللغة العربية جيد اليوم إن شاء الله أنتظروا أنتم أنتم أن تكتبوها باللغة الفرنسية جيد اليوم سوف أعطيكم أنا بعد أن أقرأ أسماء الأشخاص الذين شاركوا سوف أعطي الصيغة التي توصلتها إليها أنا تلك الصيغة التي توصلت إليها أنا كترجمة لهذه الجملة أضعوا فيها خطأ باللغة الفرنسية أضعوا فيها خطأ جيد عمدا وأنتم تقومون بالبحث عن هذا الخطأ جيد في جملة اليوم أيضا سوف أترك خطأا عمدا هذا الأول شيء ثاني شيء من طبيعة الحال يجب احترام قانون الدرس المدة حتى ينتهي الدرس ولا تصح على تعليقكم إذا كتبت تعليق ورأيت بأن فيه خطأ انتظر حتى عفوا أكتب تعليقا جديدا المهم نعود لجملتنا لكي نتكلم عنها ونصححها فقط لكي أقول لكم صراحة ولا جملة أقنعتني ولا جملة أقنعتني وصحيحة مئة بالمئة لهذا لم أخطر ولا شخصا لكي يعطيني هناك أشخاص كانوا قريبين لكن دائما تلقى عبارة ناقصة تعبير ليس في محله لهذا سوف أعطيكم أنا هذه السيارة كتبت je vais aller au cinéma أن بالنسبة المساء المساء فهي مدة بعيدة لا فيتيوب خوش يمكن أن تعبر عنه حتى عن شيء سوف يحدث في آخر اليوم أنت تتكلم في الصباح وهو سوف يحدث في الليل هذا دائما يمكن أن نعتبره فيتيوب خوش ولقد أعطيتكم هذا القياس قلت لكم من نصف ساعة ساعة ساعتين نصف يوم يعني يمكن أن يصل إلى لكن لا يتعدد تلك ذلك اليوم أنت مثلا في الصباح أو تتكلم عن شيء في المساء يعني هذه مدة 12 ساعة أو يعني نصف يوم جيد ذي هذا أنا بالنسبة لي هنا رأيي أن نستغل لفتر بخوش كما كتبت أنا جو ذي آلي أو سينيما جو ذي آلي أو سينيما من كتب جيري أو سينيما وأكد عفوا وأكررها مرة أخرى كما أقول لكم دالي لغويا كتابة هكذا صحيح ما تكتبون لكن كتعبير مضبوط لا الأكتر دقة هو لأنك تتكلم عن شيء يحدث حتى بالنسبة لأقول لكم لأنني متأكد من كلامي عندما سوف تتكلم مع شخص يفهم في اللغة الفرنسية أو فرنسية وتعبر له عن المستقبل بالفتر بروش يعني في تلك اللحظة يعرف أنك تتكلم عن شيء قريب سوف يحدث قريب لكن عندما تتكلم بصيغة فهذا يعني يعبر عن مستقبل بعيد وعيد الشيء بالنسبة هنا للجملة لدينا سأذهب ولدي أنا وأصدقائي ولدينا في المساء ولدينا للسينما هنا ثلاث محطات أو أربع محطات لدينا سأذهب أنا وأصدقائي ولدينا في المساء ولدينا للسينما يمكننا تغيير ترتيب ترتيب هذه تغيير ترتيب هذه المحطات الأربعة كيفما نشاء مثلا أنا اخترت أن أكتب سبقت لسينما بعد ذلك تكتبت وبالنسبة لعبارة أنا وأصدقائي عودتها بميزامي لم أكتب من كتب مو أقول له صحيح جيد ولكن فقط انتبهوا بالنسبة لكما قلت لكم لدينا 4 محطات لدينا جو عالي لدينا أو سينما لدينا سواغ ولدينا أميزامي أو مو ويزامي هذه 4 محطات نغيرو ترتبها كيفما نشاء يمكننا أن نكتب جو عالي سواغ أو سينما أميزامي ندكر لسواغ في المركز الثاني أو سواغ جو عالي أو سينما أميزامي كما لاحظتم هاد المحطات الأربعة أو هذه العبارات الأربعة نغير ترتيبها كيف ما نشاء لكن معنى الجملة لا يتغير جيد وهذا ستجدونه كثيرا في اللغة الفرنسية وهو جد جميل أن تتلعب بالكلمات وتحتفظ بنفس المعنى للجملة كما قلت لكم يمكن أن نقول انا اخترت هذه العبارات أول شيء المشكلة اللي كان مطرح هو في تقدير الجميع منكم يقول بأنه يجب أن يستعمل لفتور سمبل أقول له هنا يعني أنك سوف تذهب في المساء أنت وأصدقائك للسينما فهذا حدث قريب يجب أن نستغلى فيه لفتور بروش جيد كتتم للجملة بما أننا أصبحنا متأكدين بأنه يجب أن نستغلى لفتور بروش إذن حتى في الشق الثاني من الجملة التي هو فسيعرضون فيلما كوميديا الذي هي أيضا في المستقبل يجب أن نكتبه في الفتور بروش لكن المشكلة كانت في عبارة سيعرضون سيعرضون ترجمة حرفية الذين كتبوا لا نقول بالنسبة للسينما لا لا نستغله في بالنسبة للسينما لكي نقول بأنهم سوف يعرضون أنا أيضا عندما لاحظت بأن الكثير منكم استغلى لفتور بروش ذهبت مباشرة لجوجل وكتبت سيعرضون فيلما وأعطاني هو أيضا استغل أعطاكم لفتور بروش هذا فهمت بأن أغلبيتكم ذهب إلى جوجل واستغلت رجمية جوجل وهذا خطأ نقول الفعل الأكثر دقة بنسبة 99% هو هناك أفعال أخرى يمكن أن نقبلها مثل نوعا ما أقول لكم بنسبة 50-60% لكن الأكثر دقة نقول ديفوسر 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 امسيون يعني ديفوسر ديفوسر أي حاج يمكن أن نشاهدها نقول عنها ديفوسر سيعرضونا فيلما برنامج مبارا نستغل لفتور ديفوسر بما أننا قلنا أيضا سوف نصرف في لفتور بروش إذن سوف نكتوب هنا أيضا بالنسبة للverb ولا واحد استغلى هذه العبارة يعني بالأشياء التي لهذا قلت لكم أنه كان لدي لم أشاء أن أضع جملة ولا واحد لأنه حتى بالنسبة للأشخاص يعني القدامة في القناة الذين كنتوا أنتظروا منهم أن يصلوا إلى هذه النتيجة ولكن لا بأس عادي أنتم في مرحلة تعلم هو الأكثر دقة ربما هناك شخص أو شخصان الذين استغلوا لهم ولكن كان لديهم مشاكل أخرى في الجملة لهذا لم أعتبر جملتهم صحيحة رغم أنه بالنسبة للفعل أو فعل سيعرضون عبروا عنه بالفعل وكان نوعا ما صحيح لكنني لم أعتمد جملتهم قلنا جو في أليه أو صينما أميز مزامي سوار إلوان ديفوزي إلوان ديفوزي أم نوو فيلم كوميك نقول فيلم كوميك ولا نقول فيلم كوميدي لا أم فيلم كوميك فيلم كوميك لا نقول أم فيل كوميدي أنا هذه هي العبارة الأكتر دقة عندما نتكلم عن فيلم نقول أم فيلم كوميك لا نقول فيلم كوميدي لا كوميدي وإيا صفة عامة لا كوميدي وإيا تلك الظاهرة التي يعني يمكن أن نقول بأنه فكاهة لا كوميدي هي الفكاهة بالضبط أضم بهذا الشكل تكلمنا عن كل شيء هماتي الجملة لكن لا بأس كما أقول لكم دائما خيرا في غيرا هناك جملة كثيرة إن شاء الله في المستقبل الآن أصدقائي وصلنا إلى مرحلة جملة جديدة نعم كما تلاحظون على الشاشة جملتنا هي على الشكل التالي هناك ضوضاء في الخارج يبدو أن هناك حادثة حادثة سير ربما أنت جالس في المكتب أو في منزلك أو في مكان ما المهم أنك في مكان ما وتسمع صوتا وضجيجا في الخارج كأن الناس متجمهرين على شيء ما ليشاهد ما المشكل وتقول في نفسك أو تقول لشخص معك هناك ضوضاء في الخارج يبدو أن هناك حادثة سير أو ربما يبدو أن هناك مشكلة أو شجارا بين شخصين المهم نحن اخترنا حادثة سير أكيد سوف نستفيد أيضا من هذه الجملة كالعادة أنتظروا أجوبتكم بفارغ الصبر ولا تنسوا أيضا التمرين التاني هذه الجملة التي أعطيتكم أنا كصيغة فيها خطأ هذه هو الخطأ الذي أريكم أن تبحثوا عنه دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر